ونرحب بضيفنا في الستوديو دكتور سفيان أبو زيدة القيادي والوزير الفلسطيني السابق مرحبا بك دكتور سفيان مرحبا بخير سيد حسن اليوم انعقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني ومن جديد يؤكد أنتوني بلينكين أن اتفاق وقف إطلاق النار بات وشيكا كما هي العادة خلال الأيام الماضية كيف قرأت أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي يعني هذه أخبار متضاربة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية على اسم الكثير من المسؤولين تقريبا ليس علاقة ببعضها البعض هناك أخبار تبدو متفائلة كما يفعل بلينكين في معظم الأحيان وهناك أخبار تنسب إلى مسؤولين أمريكان دون ذكر أسماءهم تتحدث عن أن هناك لا يوجد رغبة لدى الطرفين بالتوصل إلى اتفاق وهناك أخبار باسم جاك سوليفان ورئيس السياي اي وغيرهم يقولون أن يجب أن يكون هناك إرادة أكثر لدى الأطراف للتوصل إلى الاتفاق وحتى الآن الإرادة غير موجودة إلى أن نصل إلى بايدن الذي يقول أن نتنياهو لا يفعل ما يكفي من أجل التوصل إلى اتفاق كل هذا يعطينا صورة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية هي تدرك أن الفشل هو العنوان القادم لهذه الجولة من المفاوضات ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك عليهم أن يستمروا في هذه المفاوضات لأن موضوع المفاوضات وموضوع الحرب في غزة وموضوع التصعيد في الشمال وموضوع التطبيق مع السعودية كلها أمور مترابطة في بعضها البعض مصنحة الإدارة الأمريكية هي أن تكون هناك حلول أن تكون هناك صفقة لا شك أن تكون هناك صفقة وأن يكون هناك هدوء في الشمال وأن تتوقف الحرب في غزة وأن يكون هناك تطبيق مع السعودية إلى آخره من الخيار الذين هم يريدون أن يكون بعكس الخيار الذي يريده نتنياهو والذي يعمل على الاستمرار فيه استمرار الحرب في غزة هذا يعني توتر في الشمال هذا يعني لا يوجد أي تطور سياسي في المنطقة بالذات فيما يتعلق بالتطليم السعودية لذلك غير مفهوم التصريح الذي أبداه لينكن سيما أن الحقائق على الأرض عكس ذلك سيد حسن بمعنى نريد أن نصدق بلينكي تصدقني أننا يعني الكل يريد أن تكون هناك صفقة والكل يريد أن يكون هناك اتفاق والكل يريد أن يكون هناك وقفا للحاول ولكن بماذا يفسر أنه حتى الآن لم تقدم الإدارة الأمريكية ما وعدت به بتقديم المقترح حل الوسط التي وعدت به بأن يكون على الطاولة وعلى الأطراف أن تقبل به هذا غير موجود كان متوقع أن يكون يوم الخميس لم يحدث كان متوقع أن يكون يوم الجمعة لم يحدث قالوا أنه ربما يكون في بداية الأسبوع القادم السبت أو الأحد أنا أتحدث عن الماء ولم يحدث واليوم نحن تقريبا في منتصف الأسبوع وليس هناك أي بوادر أن يكون هناك مقترحا أمريكيا وأصلا قد لا يكون بالمطلب هذا المقترح لأن الإدارة الأمريكية لماذا تضع نفسها في وضع المحرج؟ لماذا تضع مقترح على الطاولة؟ وهي تدرك أن حماس لن تقبل به وأن إسرائيل لن تقبل به إذن لماذا بالأساس أن يتم وضع هذا المقترح؟ لذلك لم يتبقى لهم سوى أن يوجهوا اللوم إلى هذا الطرف ولا ذاك الطرف هناك من يفتهم حماس بأنها هي التي تعطل وأنها وضعت شرور جديدة وهناك من يقول أن نتنياهو لم يفعل ما يكفي من الجهد لكي يتم التوصل إلى صفحة الصورة الواضحة والتي أعلنت عنها حماس مرارا وتكرارا أنها لم تعطل بالعكس أنها وفقت على المقترح الأمريكي ذي الأصل الإسرائيلي الذي طرحه نتنياهو وأعلنه بايدن ورغم ذلك تتعنت إسرائيل وفي كل مرة يخرج نتنياهو بمقولات جديدة مرة عن المحور محور فلادلفيا إلى أخير فإلى أي مدى يعني تصل شوكة بن يمين نتنياهو إلى أن يقف في وجه الإدارة الأمريكية ذاتها يعني نتنياهو عمليا وضع العقبات وفصرها بأنها هي جزء من المتطلبات محور فلادلفيا قال أننا لن أنسحب من هناك والكل يدرك أن هذه مجرد ذريعة لإفشار الصفقة وتشدد في موضوع نتسريم وتفتيش الناس العائدين وتشدد في موضوع قوام الأسراء وتشدد في أن هذا الاتفاق لا يعني وقف الحرب بعكس ما أعلن عنه بايدن بايدن في النهاية قال أن في نهاية الثلاث مراحل يجب أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار وانسحب القوات الإسرائيلية وعادة أعمار إلى كرة وهذا ما تريد حماد نتنياهو يقول عكس ذلك أنا لا أفهم كيف بلينكين لا ينتبه أو يجعل من نفسه يعني لا يسمع ما يقوله نتنياهو يقول أنني سأستمر في الحرب هذا مناقض الاتفاق الاتفاق ينص على أن في نهاية المرحلة الثالثة سيكون هناك انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية ووقفا للحرب نتنياهو لا يلتزم بذلك الآن المشكلة الأساسية هي ليست موضوع فلاديلفي موضوع فلاديلفي موجود وليست موضوع نتسريم المشكلة عندما دخلوا في التفاصيل تتعرف أن الإدارة الأمريكية حسن في هذه الجولة اتبعت تكتيكا جديدا تكتيكا أن القضايا المختلف عليها نتسريم ومحور فلاديلفي دعوها جانبا ودعونا نتفق على كل التفاصيل الأخرى عندما ذهبوا إلى التفاصيل الأخرى الذين اعتبروا أنها ليست معقدة استدموا في موضوع قوائم الأسرة بأن إسرائيل عمليا تريد أن تفرض شروطها في هذه القوائم بما يتراقض مع الاتفاق وبالتالي الولايات المتحدة تقول أن حماس يعني جاءت بشروط جديدة أو شددت من مطالب أو في الحقيقة ليس عملية تجديدة الذي شدد من مطالبه هو نتنياهو في التمسك في القضايا التي اعتبرت عثرة في طريق التوصل الاتفاق وبالتالي ليس هناك أي تقدم والتكتيك الأمريكي لم ينجح أيضا هذه المرة الآن الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري أمام خيارين الخيار الأول أن تقول أنني فشلت ولم يتبقى لدي وقت في الاستمرار اليوم في المناظرة الأولى وقد تكون الأخيرة بين المرشحة الديمقراطية وبين المرشحة الجمهوري وهي فاصلة في موضوع الانتخابات وسيدخل كل الشارع الأمريكي والإدارة الأمريكية والنظام السياسي الأمريكي في أجواء الانتخابات مش فضين لموضوع أن تكون صفقة ما تكون الصفقة وبالتالي نحن الآن ليس لدينا وقت والأمر الآخر الذي قد تفعله الإدارة الأمريكية الأمر الآخر الذي قد تفعله الإدارة الأمريكية بأن رغم كل ذلك ليس لديهم هذا الفصحة من أن يكون هناك ليس لديهم هذه الفصحة أن يكون لديهم هذا الموقف لذلك هم سيعملون على عملياً الاستمرار في هذه المفاوضات حتى وإن كانوا يدركون أنه لا يمكن أن تكون هناك صفقة لماذا يريدون أن يستمروا في هذه المفاوضات؟ لأن فقدان الأمل بأن لا تكون هناك صفقة هذا يعني أن الحرب في غزة ستستمر وبشراسة وأن التوتر في الشمال سيزيد وبالتالي بدل أن يكون هناك صفقة سيكون هناك مزيداً من التوتر ومزيداً من التخوف من أن تكون هناك حرباً في الشمال لذلك الإدارة الأمريكية ربما ستفضل الخيار الثاني أنه ليس فشلاً كبيراً أو إعلاناً فشل بل أن هذه المحاولة يجب أن تستمر حتى التوصل إلى اتفاق نعم الاجتماعات وزراء الخارجية على العرب عفواً دكتور صوفيان بالضل اليوم والنشاط الدبلوماسي وأيضاً وزير الخارجية التركية شاهد الاجتماعات كيف تنظر إلى هذه التحركات الدبلوماسية وإلى ما يمكن أن تقدمه للقب يعني أولاً هذا مهم جداً أن يكون هناك اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب وجميعهم في كل كلماتهم حملوا إسرائيل مسؤولية فشل هذه المفاوضات وأن إسرائيل هي التي تجر المنطقة إلى الهاوية ولا تكترف إلى المواقف الدولية ولا تكترف إلى المواقف العربية هذا يشكل إسناداً للموقف الفلسطيني وللشعب الفلسطيني الذي يذبح في غزة والذي يتم الاعتداء عليه في البقى الغربية